طهران استئناف تخصيب اليورانيوم في مفاعل فردو الواقع جنوب طهران في أحدث خطوة تتراجع فيها طهران عن التزاماتها بالاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى في عام 2015 وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات لبدء عملية التخصيب بإشراف مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم هو الأخير من مهلة الشهرين التي منحتها إيران للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي للالتزام بكامل تعهداتها مواقف دولية تتباين فيما بينها إزاء الملف النووي الإيراني موسكو أعربت على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف عن تفاهمها لخفض طهران التزاماتها تجاه الاتفاق النووي وتخصيب اليورانيوم في منشأة نووية بحسب وكالة الطاقة الذرية الإيرانية مؤكدة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشرف على النشاط الإيراني الذي يبدأ اليوم ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزية بمنشأة فوردو النووية سنواصل السعي الالتزام الجميع بخطة العمل الشامل المشتركة نواصل الانتثال لالتزاماتنا وهذا الإنذار لم يظهر فجأة إنما في مايو الماضي عندما أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من هذا الاتفاق بينما واشنطن ماضية في ضغوطها على إيران واتهمتها بالسعي نحو تطوير قنبلة نووية ولجوئها إلى الابتزاز النووي أما فرنسا فقالت إن طهران تخترق بنود الاتفاق النووي عبر تقليص التزاماتها داعية إياها للعدول عن هذه الخطوات أعتقد أن القرارات الأمس خطيرة وأعتقد أنه للمرة الأولى قررت إيران بشكل مواضح وصريح ترك الاتفاق ولذا سأجري مناقشات في الأيام المقبلة مع الإيرانيين لكن يجب علينا جميعنا مواجهة العواقب بشكل جماعي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف برر بدوره هذه التقليصات بالرد على ما سماه إرهاب واشنطن الاقتصادية تزامنا مع ذلك تسعى واشنطن لشحد المجتمع الدولي بأسطول بحرية لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج مما قالت إنه قرصنة إيرانية وسط حملة تقودها إسرائيل والولايات المتحدة في المنابر لحصر الجمهورية الإسلامية في محور الشر حولها هذا الملف ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من بون من ألمانيا مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد أستاذ جاسم يعني مرة أخرى إيران تقلس أو تتراجع في التزاماتها حول الاتفاق النووي هناك ضغط ربما من إيران على أوروبا بشأن موقفها وأيضا على واشنطن كيف تفسر ما يجري إيران ما زالت لحد الآن هي تراهن على الموقف الأوروبي وضغوطات الإيرانية على الاتحاد الأوروبي وعلى دول أوروبا الرئيسية خاصة ألمانيا وفرنسا تطالبهم أن يكون لهم دور فاعل لكن المتابع إلى هذه العلاقة نجد أنه الضغوطات الأميركية عفوا الضغوطات الإيرانية على دول الاتحاد وكذلك على ألمانيا وفرنسا تحديدا نجد أنها لم تأتي بجديد وأما فيما يتعلق العلاقة مع الولايات المتحدة نجد أنه الضغوطات التي تفرضها إدارة ترامب بدأت تأتي بنتائج بصراحة أكثر على الشأن الداخلي الإيراني ممكن أن تأتي بنتائج لصالح العقوبات الاقتصادية نعم الرئيس الفرنسي يقول أنه سيجري محادثات مع الطرف الإيراني بهذا الشأن هل منتوقع أن تسفر هذه المحادثات ربما عن نتائج فعلية؟ فرنسا باريس وخاصة الرئيس الفرنسي طرح نفسه في أكثر من أزمة في الملف النووي لأن يكون دور وسيط ما بين إدارة ترامب وكذلك طهران ولكن للأسف لم تأتي بنتائج وهذا يعني بأن أي وساطة أو أي جهود فرنسية قادمة أجد أنها لا تأتي بنتائج أيضا لصالح الاتفاق النووي الإيراني أستاذ جاسم مواقف الدولية تتباين اتجاه الخطوات التي اتخذتها إيران يعني شهادنا أيضا موسكو تبرر لإيران هذه الخطوة موسكو هي داعمة إلى سياسة إيران إقليميا ولذلك ليس بالجديد أن تكون سياسة موسكو تكون لصالح طهران فإذا يعني هناك موازين قوة ونلاحظ أنه المصالح الأميركية والسياسات الأميركية الروسية تتقاطع ومضمنها هو حول الملف النووي فإذا ما تقوم به موسكو هو شيء طبيعي من خلال دعمها سياسيا إلى سياسات طهران في المنطقة هل نتوقع ردا أمريكيا بهذا الخصوص؟ وما هو طبيعة هذا الرد إن كان هناك رد؟ تعودنا أن نجد أن تهديدات التي تطلقها إدارة ترامب هي تتركز في العقوبات الاقتصادية وتستبعد العقوبات العسكرية أو أي إجراء عسكري أو حتى رد عسكري وهذا ما يجعل إيران أن تتنمر أكثر في دول المنطقة وأن لا تغير شيء من سياستها كون أنه لا يوجد رادع ربما سياسي أو عسكري من قبل الولايات المتحدة أو ربما دول الاتحاد الأوروبي نعم مدير المركز الأوروبي اللي درست مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد كنت معنا عبر خدمة سكاب من بون من ألمانيا شكرا جزيلا لك جزيلا شكرا جزيلا لك